تزامني مع سردي بعض المعلومات نتبع وإياكم هذه الصور التي تفيد بتجدد الاشتباكات في الافضلية شرقي بغداد بعد يوم على اشتباكات دامية رح ضحيتها خمسة أشخاص من بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه فضلا عن إصابة عشرة آخرين واحتراق عدد لا بأس به من منازل المواطنين كما يقول نشط عرقيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي